اشتركوا في القناة 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 يعني انت انت تنتفرج على بتاع المصارعة حتى اجل اما بيجوا يتكلموا بيعرفوا يتكلم لا احنا اغلبهم ما بيعرفوش لا ابيت الكورة مش حارفين حاجة لايبت الكورة مش حارفينnak لازم بقى يتضقفوا روحهم وبعدين تتعامل مع الناس عشان ما تديش عن نفسك انطباع مع ان انا تحديدا ميدو الحقيقيه لان انا استضابته هنا لا انا بتكلم عشان عبنتكلم على كيس ميدو ميدو شخصية زكية جدا سمارت مثقف طبعا وعب بيعرف لغاته اه وبيعرف لغاته وبتكلم كويس لك استاذ عمر بقوله عموما انت يعني النجم اصلحنا من زمن النجم نجم يعني بعيدا عن على فكرة من ضمن الاشياء اللي انا كنت بناقشها مع ابتوستر اكاديمي انتو مش حياتكو الخاصة لما بتتكشف قوي كده مش ديب تبعيدكو عن نجمية يعني انا عبدالحليمي ما كان يطلع في تليفزيون مرة يسا لا الدنيا كلها تستطيع لا انت هل تعلم مثلا نجيبي الرحاني كان اللي يمضي معاه بيشتعل معاه في المصر ممنوع يخرج بالنهار ما يعودش على قهوة دي كانت من شروط فرقة نجيبي الرحاني عشان الناس تشوفوا بس في الحلل دي طبعا الامور تطورت والعالم تغير بس بس على فكرة اذا كانت دي لها ادفانتج يعني لها مميزات برضو كويس او لا او لا عالم موزات انت مسلا شايف ان التفاعل طول الوقت مع الفنان او النجم مع الناس ده جزء من نجمية وجوده دلوقت النجمية جديدة مش كده اه طب طب عمر دياب ايه رأيك اه عمر دياب قديم اه عمر دياب قديم بس ستيل نمبر وان ماشي نمبر ايه عراسي تامر حسني عنده مليون واحد على تويتر ده ما حقش معناه ان هو ان فيه ناس بتحبه على تويتر او بيتفعله لا لا انا بناش انا بناش حاجة مهمة دلوقتي اه هل النجم الصح بتاعه انه يبقى شوية بعيد عن الناس يعرفوه من خلال هالة النجمية ولا النجم لما ببقى بتشاف كل يوم ومعروف كل يوم وبتاع بيفقد جزء انا بسألك لا 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 هي فكرة التجربة يعني فكرة ان الموضوع اصبح في التجربة يعني مثلا ايه انا مثلا احب اتابع لعيب لي عشان اللعيب مثلا ممكن يصور لي مش عارف مين زميله هو بيتحك بيهزر معي جوه قد التغيير الملابس مثلا التمرين مش عارف ايه هو ده استخدامات السوشال ميديا في الحدد فيديوهات مش عارف ايه صور وميده بيستخدم الموضوع بهذه الطريقة الا انستجرام بعدين compounds بس بداءальная مقننة يعني انا ماقدرش اصور في غرفة اسم ده كله مش تكتب عادي 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 لا لا عادي جدا اتفيع التابع التابع الاكاونتات اللي احنا كنا خطينا عن الس Drew هتلاقي ان ده بيحصي طول وويحطوا ما عندهمش مشاكل يعني ما عندهمش مشاكل ما فيش مشاكل قانوني اقصد ما فيش مشاكل قانوني علشان ده بعلي من قيمة النجمن الناس بتحب الناس اقطر بتحيس انها قرب لهم فكرة القرب ليهم دي برضو يعني فكرة انت تكون نجم من بعيد دي مدرسة فكرة انت تكون نحيب الملايين ومعاهم في كل حتة دي مدرسة اه اه مدرسة تانية يعني انا فكر ان عمر دياب بيقولي سبب من ازوب ان هو كان الول عايز يطلع ويبان تعرف عمر الزاكي وبيحلل كل الاشياء فقال لي اكتشفت ان احمد عدوية لان كانت شرايته ممنوعة فكانت بتوزع بالملايين فاكتشفت ان الممنوع دائما مرغوب فابتديت اقنن اطلع امتى ومطلعش امتى طبعا ده زكاء اللي هو بيحلل كل ما هو حاوله واخد بالك فدي مس على رقم مدرسة ومدرسة تانية ولك لا انا مع الناس وبروم مع الناس اه يعني انا مش نجم طبعا زي دول بس انا من ضمن الناس اللي بيردوا على كل التغريدات اللي بتجيني يعني الناس بيكلف فيه ناس بتبقى يعني مبسوطة ان انت بتتفعل معها وتتكلم معها لكن ان شايف ان ان تويتر لعب دور في الاضطرابات اللي بتحصل في البرازيلية يعني من ضمن التفاعل ده وان الناس تتفاعل معهم من على مستوى العالم هل ده خلى في سفوت؟ انا شايف ان تويتر بيخلي العالم قرية يعني حي حتى حي في قرية فالفكرة مش ان له دور هو يعني دايما هيكون له دور عشان اللي بيحرقوا هم الناس حلو؟ لو الناس ما هياش بتبقى تتويت ما حدش هيصان تويتر اتويتر ده مش حدش هيعبره فهي دي الفكرة ان الناس هو مدي الناس طريقة ان هم يعبروا عن قراءهم ويلقوا ناس زيهم ويعني يتفعلوا معاهم حلو فده اللي الناس بتحبوا انت تتفرج على كرة اصلا في كاس العالم او انا ماليك شايف؟ انا متفرج بقى على كرة في كاس العالم احلى ماتش عجبك ايه؟ اه يعني لا انا كان عاجبني ماتش مبارا حينجلترا وايطاليا وابصراحة يعني انا صعب علي اسبانيا انا ليه اصحاب كتير اسبانيا فاللي هولندا الهاند عملته فيهم ده كان يعني عبوا خرم اه لان ما سأل التعليقات بقى مرعيب اول مرة نعرف ان فيه مصنع كراسي في البرازيل اه الستار بكام من اول الماضي اه مفيش تيمة مفيش تيمة والناس ابتدت تقولك اسبانيا بيقولك لا الشرعية مع الاسبان وانه دوله وده انقلاب يعني الصورة للأهلوندير لا اصلا اصلا تهريك احنا يمكنني ما اتفرج على بلايستيشن اه اللي جابك اه بيير امين والاسم ايه ده روبين اه اللي جابك كرا براسه ده اه لا لا ده فان بيرسي فان بيرسي اه فان بيرسي الطائر العظيم اه يعني ايه اه اه ده روبين ده احنا اقول له انتهى من اقام ما كان بلعب في الريال مدريب اه اه كان بلعب في الريال مدريب جاهز وبعدين هي الريالة فعلا لازم تحترم الخصو انا جايف الاسبان شافه يعني اه حظوا بروحهم شاول اه حظوا بروحهم خلوات دوري الاول في العالم وانه بقى نجوم قوي اه الكرة مش عايزة لا اهلي ولا زمالك ولا برش لا 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 هتتعب بسطريكا والارجواي ده ماتش غريب جدا يعني الجواي ده مفروض مرشوه هتاخد كاس عالم فرقة واخدة كاس عالم اه مرتين قبل كده وفاجأ ده الوقت اللي ايه اللي حياتها بحاجة؟ طب انت مش ملاحظ اصداد همر ان بعد بقى 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 بقىش فيه جماهير في المشارط اللي اهلو الزمالك مستغل اهلو الزمالك بقى ازاي بقيت الفرق طبعا الجماهير بتفرق كتير مش كده؟ طبعا طبعا الجماهير بتدي حماس ورعب للفرق وانا جوايا احساس فالدورة الربعية ده مش حايف يعني ان الشرطة حفقة الدورة بقى او بترجيت انا حاسس انا بحب بترجيت وبحب مختار مختار ونفسي فرقة غير الاهلو الزمالك اه يعني بقى لانهم برضو شايفوا روحهم اه 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 وعملين ينفعوا فقجورهم على ايه عالكورة للصنطة ده الحقيقة مش عارف الحقيقة انا بندهش الحقيقة يعني طب انت شايف ان فرقة انجلترا ببنك محلل كروي مستوى المهارات زاد عشان الولاد الصبر اللي بلعبوا فيها اربع خمس لعيبة مش اصلا مش من اصل انجليزي اه وكلهم بقى يعني ما لا لا بس يعني اغلب الفرق بقت فيه انا عارف بس انجلترا تحديدا بقت جديدة شوان بقى في خمس لعيبة مش من اصول انجليزيين برح شوفنا طبعا فيه كورة الستيرلينج وشوفنا ده فضيل يعني لا مهارات مش ده مش ده منتخب انجلترا اللي اتعودين عليه خالص انا اعتقد انجلترا لسه حتنتي كتير اه يعني روني ده 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 اه روني وجيراد مرة مكنيش على فكرة عليين اوي بس العيولات التانيين شالوا فرقة شوف الكورة اللي رفحها روني الكورة بيقول له حط جوني اه لا لا فرقة فرقة كانتكت انجلترا صحنا يعني عشان قدام شوفنا انجلترا بلعبوا الكورة اللي من خطة 18 خط 18 ارفع ارفع وخلاص دي كورة انجليزية اللي انا رفع فا اول مرة نشوف اللعب بالمستوى المتميز ده احنا نفتح بقى قانون هجرة بقى باشا ايه ده نفتح بقى قانون هجرة نعمل قانون هجرة ونبتدي نجيب لعيبة من بره ونديهم جنسيات مصري لا ده احنا المشكلة عندنا نطلع شوي ايه احنا عايزين نطلع عشان انا نجيب يا حد وعلى خطر عايزين نطلع ثلاثة اربع مليون قطر بشوف حاجة في رفع اسقار اه قال لك اللعب القطري مش عارف ايش وخروف بخضوف قطر ابني وفيا طب خروف قطري يا عامل قطر ابني يعني التادو يشترو بمعطنين طب انت ركف الاهلي اللي عايز رامي ربيع جايلو عرض فعايز مليون ونص يوروب يعني زا وصل مليون كواس معنا كمان لازم ما بس يعني هل تعلم ان مقحسني عبدو ربو دخل النهاردة لحد اليوم لناديل اسماعيلي 33 مليون جنيه حب دخل في الكم والفرق اللي طلع ومبلغ كبير طبعا انا عاستو دا اقولي يعني انت دلوقتي في اشد الاحتياج ان يبقى بعد ما يبقى عندك محمد صلاح يبقى عندك عشرة محمد صلاح فانت انت لعيب لسه صغير ملعبش دا ولي غير مطشه واحد انت المان ان انت يعني يعني انا 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 يومشي كبالة اما كان بلعب في سبورتنجل شبورنا وانا تتخيل لغاية اربعة الصبح بنعمل اتصالات سيبو يلعب نفس تريزيجيدا يطلع الولد الموجب بتاع الاهل عمري جمال الوائع دا يطلع وعمر جابر اللعبة دي كلها سيبوها ما تقعدش تقول لا عايزين كذا لا عايزين سيموا اللعبة تطلع بس اصلها هي مساومة كمان ما انت بتصرف يعني خلاط انت ما عندكش دخل احنا الاهل يوزاملك دول في كارسة مفيش نادي في العالم بيصرف وما يملوش دخل وتتكلم في المحطات الفضائية ما بيدفعوش التلفزيون مش عايز يدفع لا دا حيجيبه منين اه فعندك ما بيصدق ان العيل عنده يطلع ما تساوم ما انت راح تلعب اه يعني انت انت شايف محمد صلاح دخل قديل الماولين راح زغير بان راح زغير وراح بفلوس قليلة بس كان العقد زكي اه وده لانا بقول يعني انت ممكن تقبل ان انت مش ضروري تاخد فلوس كتير قوي خلاص وفي نفس الوقت اعمل عقدي خليك كل ما اما الولد دي مستوي على تاخد فلوس ديات يا الولد شفت يا استاذ عمر عليش احنا كرويين شوية في ايه لا انا فاهم انا بس شفت الولد علي غزال اه بتاع اللي بيلعب ده في مدارة بيلعب في مدارة شفت في المسيطات عامل ازاي فكرني ابراهيم يوسف اللي ارحمه انت عارف ده بقى اه رفض من الاهلي والسكة الحديد قعد سنة ونص في السكة الحديد ملعبش كل مطش مطش سكة الحديد فرقة درجة تالتة اه 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 انا احنا ما كان في العالم بالمناسبة معانا كم معانا كم بدأ يا كم كم دونيا ما اشتغلتش فصل ما خلاص بص خلي كم بدأ ونبقى نبقى 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 ايميل وكده او ما بايجي يحكينا طيب ليه ما تخصصوش النوادي ليه؟ ليه النوادي ما تتخصص يعني اساسا ما هو الاهلي قال ده كل الدنيا قامت عليه الاهلي قال نسوق ما مينفرد كل الدنيا قامت كل حاجة قالها الاهلي طلع قطع مكلمك بعمل لا 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 بأخير بصيحنا لازم نقول وانا اعترف ان النادي الاهلي هو احسن نادي اداريا في مصر وده اللي بنجحه يعني لازم تبقى الامور لا ده ده اللي قزيه مش اللي بنجحه لانه بره المجزوم. اه اه دي حقيقة. لأ وجل ان كل مجزوم. يعني انا يجيلي يعني انا يجيلي مئة مليون فاقول له لأ اروح التلفزول مصر واخد عشرين مليون عشان خطر بلدك طبق او طبق. لا وفي الاه وتشتم ودالوقتي كله بيعمل تال اه المعامل محدش بيفتح بقه. هو يعني اه انا عندي انا مش عشان اهلاي. لا انا بدخل النادي الاهلي شايف منزومة وانا طفل داخل النادي. اه انا انا عضو في الاهلي على فكرة. عمري ما شفت. عمري ما شفت. لا لا لا. ده الحقيقة. نحافظ عليها ولا ندمرها. لا لا لا. وحتى جوة النادي الاهلي الحقيقة النادي الاهلي نفسه اجتماعيا. مية مية. نتحش نادي تحس انه نادي مختلف. ام. واخد بالك. ودي منظومة ادارية. ان ات امنى انها تبقى موجودة في النواة التانية. لكن انت مش بدعوة. والله زمانية السلاحة تقولي له اه اخي دي اللي في فزول مصر. طب يدفع. واتو حتا التلفزول مصر الفلوسة الفروطة ما بدفعهاش. وانا مش بالوم على التلفزول مصر ان التلفزول مصر نفسه ما عندوش دخل. ات حتقول لانا انا انا ليه كان في التلفزول مصر. اه. يعني انت فانت عايز يعني. انا عاوز بيعي النواة دي. ايه? انا عاوز زمائي تبقى. اوه دي الفكرة. انا حتابة تبقى اسهم وتطرح. تبقى اسهم وتطرح يبقى اتحد الكورة عبارة عن الناس ملاك النوادي والموضوع يطلع عن برا الدولة خالص وفيه صناعة رياضة. هيحصل هيحصل. اه. بس هي بس بس المشكلة ان اللي باصل في العالم في عشر سنين باصل عندنا في مئة سنة. منظرة. بعد ما كون الدنيا اتغيرت حتى في اللي احنا بنعمله. احنا اقاهنا بطيق شوية. مش كده? اه. لا بس دل ده يتغير استوز عمر. لازم لازم بقولك نشتغل الاول بقى. اه. احنا احنا لازم نجري. وايه اللي عنا نشتغل. اه اه. يعني كل العالم في جملة بحب بقى. وكل العالم بيطلع لقدام. انا شخصينا تمنى نركح خمسين سنة وارا. اه. مش نطلع. نفسي ارجع للستين قبل. اه والله. اه يعني. ده لسه جايبين صور على تويت روك السبعينيات لما كانت مصر ريئة. اه. اه. مش عارف ايه. ده انا اللي زعلان. اه. ان احنا بقينا بنقول يا سلام على ايام زمان. الكلمة اللي احنا كنا طول الوقت بنتريع عليها. صور. كل واحد دولك ايام زمان نقولها عاما خلاص بقى. اه. راجل كبر وخرق. احنا كبرنا. اه. لا يعني بجد الواعد اللي بحصل دلوقتي اه اه يعني انا 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 شايفة سوز عمر دلوقتي ان في محاولة للاحتواء الفوضى اللي كانت موجودة. انت ما قدماكش غير الاولا لازم حزم. في كله. يعني انا الفرحان قوي بقانون المرور اللي بس يطبق. اه. ولكن للأسف نزلوا من اسبوع. انا بروح وسط البلد عشان نقابة كتير. البيعين طبعا احتلوا الشارع. اه. ويقدي له كلاكس. وانا ما بحبش الكلاكس. فيبصلي يعني انت ايه اللي جاي بطفوص للشارع تسوق. لان البيعين يحتلوا البترة. ايو 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 شانا زمانيا مفيش طريق اصلا. فنزلوا اللي بتشاهد انبالح قلت هناك. نزلوا تاني في وسط الشارع. وبعدين لما يتعامل مع هم بحزم. الناس تزعل ويطلع ناس يقولك بتعملهم طبهم ما هيكلوا من طبهم شرم. ايا يا جباعة عمالدنيا كلها فيها ده. انت ايه رأيك هل 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 التعامل مع الناس اللي يبقى ازاي. مع ان انت من من النشطاء وبتحول الانسان. اه اه اه. انت اقول لي ايه رأيك. اه البعض جايلين. لا انا حالك حاجة. انا مسلا من الناس اللي شايفها طبعا اللي كانوا بيحصل في وسط بلد ده تهريك. اه. حايلو من ناحية باعها جايلين وكت. اه. اه. وشايف يعني مش دي مش دي مشكلتي. اساسا. يعني انا مسلا باع الجايلين ما هيش مشكلة بالنسبة لي. انا مشكلتي مع فكرة اللي بيروحوا في الرجلين. يعني مسلا لما نيجي نتكلم مسلا كنون المرور. يعني انا كنت جاي هنا دلوقتي العربية القناة بعت عربية. اه. الولد اللي سائل العربية بيشتكيلي. هو ساخن في قرية كرة اسمها مشايف منشية الانطر. اه. ما فيهاش طريق مزدق. رايح راجع. فهو طريق واحد رايح راجع وعنده اللي بتطلع عالدائري. اه. فلاقها كمين معمول. حل? وانت مايش عكس الاتجاه. خرامة الف ومئةين جنيه. تبداي روح فين. لا دي حتبقى فيها سجن. ماشي دي حتبقى فيها سجن. اه. دي روح فين. قانون. لما فيه يتعمل لي مسلا. ايش. يا ريت كم. بصل للكم. كم معانا عالتليفون. اتكلم معاه محمود بقى انه صحب. يمكن تصبح معاك. كم. انا مش هتكلم معنا خلاص انا هضع ان انا وشي مش ماشي مع كم. اتكلم معا كم يا عينا. اتكلم معا فينا واشي. عالتليفون. يا كم انت سمعني. كن يهيمي. كم. كن يهير اس يا كم. كن يهير مي. اتكro زفا زف 따�etto. كن يهير انا نهير موجود كن يهير مي. كن يهير مي. ما في حال الوقات تتخ subscribers كمثرةة في الجزء الكار Ikون مقيم Water. تسمحني؟ أنا في امسان فاولو هل تسمع؟ منأنني في سان فاولو؟ جدًب هنا؟ نعم نسمع بسيطة أنا نسمع بسيطة جداً كم لنت تجدنا أنت تعرف ماذا يحدث في سو فاولو أو مع المتجانيين؟ ما الذي يحدث؟ مجانين سوء؟ ما الذي تحدث لي؟ المتجانيين جدًب هنا هناك اضطرابات واسعة تنطاق في سانباولو في برازيل هناك شعور بالاحباط شديد جاء اناس من امناطق مختلفة يحتاجون واحتجاجاتهم واسعة لديهم رسالة يودون التوجه بها هل تتوقع سوريا محمود هل تتوقع هل التعامل معهم تم بشكل عنيف من وجه نظرك مع المتظاهرين هل تتوقع مع المتظاهرين هل تحدثون مع المتظاهرين تحديد مع المتظاهرين أو تحديد مع المتظاهرين كما تأثيرين يمكنك أرى كيم، كيم، هل هناك برزيليا في حالة البرزيليات؟ هل يمكنك أن تسمع ذلك؟ نعم نعم لا أعتقد أنني أردت هذه الأسئلة ولكن أعتقد أنك تسألني مرة أخرى ما هي حالة البرزيليات؟ نعم، برزيليات البرزيليات هناك أراء مختلفة ما بين الناس بالحقيقة قرامة أرادية تلك المؤسسة؟ لا، نسألنا ما يفعل البرزيليات؟ هل يفعل البرزيليات؟ هل يفعل البرزيليات لا يفعل هذا؟ لا أستمع إلى سؤالك شكرا شكرا